عقب هدوء نسبي لحوالي اسبوع عادت أنقرة بشروط ومهلة جديدة قدمتها لواشنطن مقابل التراجع عن عمليتها العسكرية البرية شمالي سوريا في وقت تستمر موسكو بلعب دور الوسيط بين قسد ونظام الأسد لإيقاف الهجوم التركي الذي توعدت به أنقرة في حال لم تتحقق شروطها مصدر تركي رسمي كشف لقناة الجزيرة أن تركيا أعطت مهلة محددة لواشنطن وروسيا لإخراج قسد من منبج وعين العرب وتلرفعة شمالي سوريا وأكدت على أن المهلة غير قابلة للتمديد وستكون العملية العسكرية هي البديل كما اشترطت إنهاء سيطرة قسد على المنشآت النفطية قبل النظر في شروط واشنطن التي اقترحت إعادة هيكلة قسد ومنح دور أكبر للمكون العربي في إدارة المناطق الثلاث شمالي سوريا كما طلبت واشنطن من أنقراء التعاون لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة مشيرة إلى استعدادها البدء بتنفيذ مقترحاتها مطلع الشهر القادم حال وافقت أنقراء وبالمقابل وضعت روسيا شروطاً أيضاً تتعلق بملف أوكرانيا مقابل تنازلات ميدانية وسياسية في سوريا وعرضت رفع الغطاء عن منطقة الشهباء في ريف حلب وعين العرب لتسهيل دخول القوات التركية إليهما بحسب الجزيرة وعلى الرغم من رفض قسد العرض الروسي سابقاً جدد الوفد الروسي لقاءه مع مسؤولين من قسد في مطار القامشلي ليعرض عليهم الانسحاب من الشريط الحدودي مع تركيا مسافة ثلاثين كيلو متراً وتسليمه إلى قوات النظام بحسب صحيفة الوطن الموالية إلا أن مظلوم عبدي قائد قسد رفض تسليم تلك المناطق للنظام محذراً مما أسماها تداعيات مدمرة في حال شنت تركيا عمليتها ميدانياً شهدت مدن وقرى في الرقة والحسكة يوم أمس تصعيداً من قبل القوات التركية والجيش الوطني الذين استهدف مواقع لقسد في محيطة الأبيض وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي إضافة إلى قرى خربة الشعير وتل اللبن في محيط بلدة تلتمر شمالي غربي الحسكة